تحت رعاية معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم افتتح صباح اليوم جامع فاطمة الحوطي بالمحرق بعد إعادة بنائه من قبل المجلس وذلك بحضور فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية وسعادة السيد خالد بن عبدالله الشوملي لامين العام للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وعدد من مسؤولي المجلس وإدارة الأوقاف السنية أخذ الهاجري والشوملي جولة تفقدية في الجامع ومرافقه ثم أقيمت صلاة الظهر جماعة بحضور عدد من المسؤولين والأهالي وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد خالد بن عبدالله الشوملي لامين العام للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية معربا عن سعادته بإنجاز هذا المشروع مهنئا أهالي المنطقة بافتتاح هذا الصرح المبارك ليعود عامرا بذكر الله تعالى وعبادته وطاعته والتقرب إليه سبحانا وثمن الشوملي حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على خدمة بيوت الله تعالى ورعايتها ودعمها وتعهد شؤونها استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى وإيمانا بالدور الحيوي للمسجد في حياة المسلمين دوره الحضاري على مر العصور في نشر الإيمان والخير والعلم والفضيلة وكونه موطنا للاجتماع والإتلاف والترابط وترسيخ القيم والأخلاق والثقافة والهوية الأصيلة أكد سعادته أن المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية حريص كل الحرص على المضي قدما في حمل رسالته في خدمة الجوامع وإعمارها والإشراف عليها معتزا بما تحقق من إنجازات في هذا شأن طوال مسيرة المجلس